حقيقة مبسوطة أني كنت جزء من زودياك تحمست جداً لشخصية مريم لأنني حاسيت أنها مختلفة من ناحية أنها لها اهتمامات يمكن تكون مختلفة عن الأدوار اللي أنا قدمتها قبل كده مريم مهتمية جداً بعلم الطاقة والأبراج والراحنيات جداً وتلعب وراء اسمه التاروت ده مفروب بيساعدها أن هي تشوف يعني زي لمحات عن المستقبل وحسرت أن ده يعني زي تحدي حاجة مختلفة أدور أنا فيها أكتر وشخصية يعني فيها شغل أن أنا أقدر أضيف لي وهي تضيف لي من معلومات يعني اتفرجت على فيديوز كتير قوي توتوريالز زي الورقة بتلاعب وازي التفريق الصح وكل ورقة معناها إيه وعلى آخر المسلسل كده عرفت يعني نظرياً ألعب بزي تاروت كنت متوقعاً أن زودياك فعلاً هينجح بس اللي كان مفاجئ بالنسبة لي أنه كنا النجاح ده يمكن جزء كبير من أنا كنا متوقعين هينجح مع الناس معينة أو يمكن شباب أكتر أو ناس يعني صغير أكتر اللي فاجأني أنه لقيت أنه بالعكس المسلسل ناجح مع ناس من أعمار كتير مختلفة و يعني وناس ما كنتش متوقعين هينجح متفرج على المسلسل زي زودياك فمبسوطاً أن احنا في شريحة كبيرة قويمة جمهور استمتعوا بالمسلسل غير الشباب اشتركوا في القناة